تركيا تلاحق خمسين ألف شخص قضائياً والتغمة أنهم من خصوم الرئيس التركي رجب طيب عبد تركيا تلاحق خمسين ألف شخص قضائياً والتغمة أنهم من خصوم الرئيس التركي رجب طيب عبد من الوضح أن حملة القمع والانتهاكات في تركيا لن تنتهي إذا كنت من معرض الرئيس التركي فأنت مهدد طوال الوقت فمتى سينتهي قمع أردغان في تركيا تستعد تركيا لمحاكمة حوالي خمسين ألف شخص عملوا في شركات مملوكة لمنتقدي أردغان وتمت مصادرتها منذ فترة وستدرج سجلات توظيفهم باعتبارها دليلاً على ارتكاب جريمة الحكومة التركية اعتبرت كل موظفي هذه الشركات مجرمين محتملين وسوف تلاحقهم قضائياً استناداً إلى الوظائف التي شغلوها بالماضي تعرض هذا الفعل المخزي لانتقادات واسعة في تركيا باعتباره هجوماً على المشاريع الحرة واقتصاد السوق الحر واتهم البعض الرئيس التركي لترهيب خصومه عن طريق مصادرة الشركات التي يمتلكونها بطريقة غير مشروعة وإعادة توزيع الثروة التي تمت مصادرتها من هذه الشركات على أعوانه في عام 2015 صادرت حكومة أردغان قرابة ألف شركة خاصة في إطار حملة قمعية كبرى استهدفت خصوم الرئيس التركي وتولى صندوق التركي للتأمين التابع لحكومة إدارة مئات من الشركات دون أي تحقوق إدارياً أو قضائياً مؤثر ثم باع لاحقاً العديد من الشركات لأعوان أردغان بأقل من القيمة السوقية كشفت قائمة محدثة أن 769 شركة ما زالت تخضع لإدارة الصندوق التركي للتأمين ما يعني أن أكثر من 200 شركة بيعت أو تمت تصفيتها شاركنا برأيك كيف ينتهي قم أردغان لمنتقده في تركيا ترجمة نانسي قنقر